موسيقى عزيزي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم ودائما مع الشراقات هذه المرة سنأخذكم إلى عمورية وإلى المعتصم حيث كان قائد المسلمين المعتصم مع اختياره لأفضل القادة مثل الإفشين ومثل جعفر بن دينار أما عن الروم فكان الملك توفيل بن بيخائل وسبب هذه المعركة أن الروم أغاروا على الثغور الإسلامية وعلى الحدود الإسلامية وبالفعل قاموا بالتنكيل وبالقتل حتى أن توفيل لما أغار على زبطرة وسبأ أهلها من النساء والأموال وهدم وأفسد وعاث في الأرض الفساد ثم مليطة يعني أعاث أكثر من ذلك فساد وفي قمة الهمجية واللا إنسانية قام حتى أنه أفق عيون الرجال وجذع أنوفهم وقطع أذانهم حتى نشوف درجة التنكيل وكان من ضمن الأسرة امرأة هاشمية قالت ومعتصمه وبلغ ذلك إلى المعتصم من أحد الذين فروا من الروم فجهز المعتصم جيشا كبيرا واختار أفضل القادة وذهب لملقات الروم ولما دخلوا إلى بلاد الروم قام بتقسيم الجيش إلى ثلاث مجموعات الإفشين وبقيادته وبقيادة آخر قائد آخر وهناك اشتبك الإفشين مع توفيل أو ابن ميخايل هو ملك الروم وبالفعل دارت بينهم معركة كبيرة قرب أنقرة ولما سمع ذلك المعتصم حشد كل الجيوش الثلاث يعني الجيشين المتبقيات وذهب ليساند جيش الإفشين وهناك قرروا محاصرة عمورية لأهم معاقل الروم أنا ذاك فحصلها خمسة وخمسينة يوما وهو يدق حصونها بالمنجنيق وبالسهام وغيرها لكن تلك المدينة كانت حصينة فهي أهم مدن الروم أنا ذاك فبلغ للمعتصم بأن هناك ثلم في الجدار قد هده السيل وسرعة التجيز أو إعادة بناء هذا الثلم كان بالخشب وكان سريعا نظرا للحرب فتوجهت مناجيق ومدافع المعتصم لدق تلك الثلم وتلقى المنطقة الضعيفة في السور إلى أن فتحت تلك السور ودخلت جيوش المسلمين إلى تلك القلعة وإلى مدينة عمورية واشتبك المسلمون مع الروم ودارت معركة كبيرة وقتلة فيها خلق كبير ولكن كان النصر دائما للمسلمين وبالفعل أسرة وفرى توفل وقتلة الكثير وأسرة الكثير من أتباع وحتى أسرة توفيل حتى يقال أن ابنته ابنته ويقال حتى يقال بعض الوقت تقول ابنت أو ابن أخته الكثير من الرؤيات تقول حول ذلك وكان ذلك لماذا؟ لقول امرأة ومعتصما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة